بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله مع سيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة الواحدة والثمانين بعد المئة مع غزوة بأثبوك مع الجزء الثاني من بين ستة عشر جزءا حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق لتجهيز جيش العسرة فتصابق الصحابة رضي الله عنهم إلى التنافس في الإنفاق فجاء أبو بكرين صدق رضي الله عنه بكل ماله فأنفقه على جيش العسرة وجاء عمر بن خطاب رضي الله عنه بنصف ماله وأنفقه على جيش العسرة وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه نفقة عظيمة على جيش العسرة ما سمع بمثلها فلما أرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفقة العظيمة من عثمان رضي الله عنه سر سرورا عظيمة وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم وتتابع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الإنفاق لتجهيز جيش العسرة والسلام عليكم